موسيقى مشاهدين يعد المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان من المشروعات الصحية التطويرية التي دشنت مؤخراً لخدمة أهالي منطقة جازان ويعد المركز الثاني بعد مركز القيادة والتحكم الرئيسي بوزارة الصحة وذلك من حيث الإمكانات المتوافرة به والتي يعمل عليها نخبة من شباب وفتيات المنطقة نتعرف أكثر مشاهدين في هذا الصباح على هذا المركز الإقليمي في جازان مع مراسل الإخبارية من هناك عبدالله الفيفي صباح الخير عبدالله وأنت تتواجد في قلب هذا المركز ويبدو من خلفك يعني عدد كبير من الشاشات التي تحتوي على بيانات ضخمة وداتا كبيرة كيف يمكن نشرح للمشاهد اليوم أبرز ما يحتوي هذا المركز الإقليمي صباح الخير ابراهيم نعم نتواجد اليوم هنا في المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم في منطقة جازان هذا المشروع الجميل والكبير والهام اللي لشنته وزارة الصحة هنا في منطقة جازان مؤخرا يقوم بالعديد من الخدمات والعديد من المهام ويتميز أيضا بإمكانات كبيرة جدا هذا الأسبوع صحة جازان نظمت زيارات لهذا المركز من قبل محافظي محافظات المنطقة وأيضا الكوادر الإعلامية في المحافظات في المنطقة للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة في هذا المركز والخدمات اللي يقدمها بهدف أيضا متابعتها وتفعيلها والاستفادة منها من قبل القطاعات الصحية في مختلف محافظات المنطقة اليوم نتواجد في مركز القيادة والتحكم في صحة جازان نتعرف أكثر عن هذا المركز مع الدكتور أحمد الشبلي مدير المركز الإقليمي للتحكم القيادة والتحكم في صحة جازان رحبك دكتور معنا في هذا الصباح وودنا في البداية تحدثنا عن الإمكانيات المتوفرة في هذا المركز الله يحييك أستاذ عبدالله وبالأخوة المشاهدين طبعا المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان المركز الأول والوحيد على مستوى مناطق المملكة تم من خلاله ربط جميع المنظومات الصحية سواء منشآت رعاية أولية أو مستشفيات أو إدارات على مستوى المديرية في منظومة واحدة ليتم تحليل بياناتها من ثم عرضها على الشاشات الواضحة أمامنا طبعا مثل ما ذكرت خلال هذا الأسبوع بناء على توجيهات من صاحب السمو الملك الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالإنابة تم استضافة مجموعة من المحافظين المحافظات بمنطقة جازان لعرض البيانات الموجودة مناقشتهم بما يخص محافظاتهم أماكن القصور وأماكن التحسين من المشاريع الجارية حاليا ليتم دمج الجهود وتم تضافر جميع الجهات من أجل خدمة المواطن بإذن الله جميل وإذن تأخذنا في جولة دكتور نتعرف على هذه الشاشات والعمل اللي يتم هنا من خلال هذه الشاشات نعم سلام عبد الله مثل ما احنا شايفين الأخوان والأخوات هنا السعوديين سعوديات هم من يقومون بكل العمل اللي احنا شايفينه يتم جمع البيانات من خلال جهزة الحاسب الآلي في منطقة الداسسنتر الموجودة في المركز من ثم يتم تحليلها وعرضها كأرقام وبيانات بمختلف الألوان بالنطاقات الموجودة بنانا على الستاندر الموجود سواء من الوزارة أو بعض المعايير الدولية اللي نعتمد عليها لإظهار الأرقام مثل ما احنا شايفين على الشاشات رحلة المريض معنا تكون من الرعاية الأولية أو الرعاية الافتراضية ما قبل الأولية من المنزل ومن ثم اذهب إلى الرعاية الأولية عدد الموعيد المتاحة المحجوزة إمكانية زيادتها ورفع الطاقة الاستيعابية فيها من ثم نذهب إلى المستشفيات ونرى انتظار المرضى في الطوارئ أماكن القصور في الطوارئ أسباب التأخير حصلت من ثم الأقسام المساندة مثل الأقسام المختور أقسام الأشعة والعيادات الخارجية أسباب النقل بين المستشفيات من ثم أوقات الانتظار في العيادات الخارجية وبعض المشاريع التحسينية المستودعات اليوم اللي نتكلم عنه إدارة الموارد يتم قياسها ومتابعتها من خلال الشاشات موجودة في المركز ودي تشرح لي دكتور عن هذه الشاشات يعني أكيد لكل شاشة من هذه الشاشات عمل مختلف تضعنا في صورة عمل هذه الشاشات صحيح كل شاشة هي مخصصة لبرنامج معين يتم متابعتها من قبل مالك المؤشر موجود معنا في المركز يتم قياس المشاريع الموجودة فيها أعدادها سواء انتاجية الأطباء أو عدد المراجعين أو قاتل انتظار المرضى في مختلف أقسام المستشفى يتم تحليلها معرفة ماكن الخلل ثم وضع برامج تحسينية لها الكادر اللي يعمل هنا نشاهد الكثير من الشباب والشابات من أبناء الوطن يعملون في هذا القطاع لمراقبة أيضا مؤشرات الأداء من خلال هذه الشاشات أيضا تحدثني عن هذا الكادر المتخصص هنا كم عدد الكادر لديكم في هذا المركز تقريبا المركز يحتوي على خمسين شاب وشابة جميعهم سعوديين يقومون بجميع الأعمال الموجودة هنا حفاظا لبياناتنا حفاظا للأمن السبراني للمنظومة تحليل البيانات يتم عن طريقهم عرضها منقشتها مع المستشفيات والمنشآت الصحية المطلوبة يتم ذلك جميعهم بين أفراد المركز والمستشفيات المباشرة حفاظا لجميع البيانات الموجودة هنا أيضا لديكم هنا مركز الطب الأستصالي وهو في الجهة الأخرى ويدنا أيضا تعطينا فكرة عن هذا المركز الذي تم تدشينه أيضا ضمن المركز الكليم في صحة جازان والعمل ليقوم به وما حققه حتى اليوم اليوم في المركز القليم الصحي القيادة والتحكم لدينا مركز لمتابعة خدمات الطب الاتصالي وهي مخصصة لخدمات الاستشارات الطارية والعاجلة من جميع مستشفيات المنطقة اليوم يجد 21 جهاز طب اتصالي موجود في 21 مستشفى في أقسام الطوارئ يتم من خلالها كف أو خفض العناء التي كان يعانيها المريض في الانتقال من بين المستشفيات المحافظات أو المنطقة للوصول إلى الطبيب المختص اليوم الطبيب المختص هو من يصل إلى المريض يقدم له الرعاية العاجلة يقدم له التوصيات الطبية اللازمة ويتم خدمة المريض في مكان وجوده دون عناء النقل بإذن الله أيضا شاهدنا هنا أيضا في الخلف أيضا مركز إدارة الأزمات في صحة جازان يتواجد أيضا ضمن هذا المركز وضعنا في صورة عمل هذا المركز صحيح المركز يحتوي على عديد من المراكز الأخرى الفرعية الموجودة اليوم من وزارة الصحة مثل مركز الأزمات والكوارث والأخوان هناك يتابعون جميع ما يتعلق بالأزمات سواء المولدات استعدادات المستشفيات في حالة أي أزمة عدد الأسر الرغير التوجه للتوسع في أي لحظة سواء حالات مطرية كوننا في منطقة حدودية جميع الأزمات اللي ممكن توقعها أو حدوثها يتم التعامل معها مباشرة استعدادا من قبل الأخوان الموجودين في المركز جميل ودنا تحدثنا كيف حقق نقل هذا المركز هنا في الخدمات الصحية وتجويدها في منطقة جازة نسعى مثل ما ذكرنا سابقا الهدف ليس إقامة المركز الهدف هو ما نتمنى أن نصل إليه من خلال المركز وكل ما وصلنا إلى هدف لدينا أهداف أخرى إن شاء الله نسعى إلى الوصول لها اليوم نشوف كثير من مماشرات بدأت تتحسن جودة الخدمة بدأت تتحسن مثل ما ذكرنا مثل خدمة طب الالتصاري خفضت اليوم التحويلات بين المستشفيات من تقريبا إلى نسبة 40% دون الحاجة إلى نقل 40% من المراجعين اللي كانوا يتنقلون بين المستشفيات تم خدمتهم في مماكنهم ورقم يعتبر جيد مبدئيا إن شاء الله الدكتور أحمد شبلي مدير المركز الكلامي الصحي القيادة والتحكم هنا في صحة جازان جهود كبيرة شاهدناها اليوم خلال جولتنا معكم في هذا المركز وتحية إعزاز وتقدير لهؤلاء الشباب والشابات اللي يقومون بجهود مميزة من خلال هذا المركز شكرا الله الله يرطيكم العافية شكر لكم زيارتكم ومن زالت زيارات المحافظية مستمرة طوال الأسبوع هذا بناء على التوجيهات من صاحب السؤون ملك الأمير محمد من عبد العزيز محمد من عبد العزيز أمير منطقة جازان بالإنابة ومستمرين إن شاء الله باستقبال جميع من أراد للطلاع على المعلومات طريقة القياز كيف نسعى إن شاء الله إلى تحسين المواشرات دكتور أحمد الشبلي شكرا لكم على هذه الجولة الجميلة هنا في مركز الكيادة والتحكم بصحة جازان شكرا لك شكرا لك وعقوا المشاهدين يرطيكم العافية إذن إبراهيم كانت هذه اليوم هنا جولة تعريفية مع الدكتور أحمد الشبلي مدير مركز الإقليمي بصحة جازان للتحكم والسيطرة تعرفنا من خلالها على عمل هذا المركز والمهام والأدوار اللي يقوم بها في خدمة القطاعات الصحية في منطقة جازان مركز مميز عبدالله وتحية لكل العاملين في هذا المركز من الشباب والشابات شكرا جزيلا لك عبدالله الفيفي مراسل الإخبارية من جازان